كما ترى عزيزي نحن نؤمن بإنجيل واحد ولكن مكتوب بواحد من الروح القدس تسمى أربعة بشائر وهذه البشائر بتتكلم عن سيرة حياة يسوع المسيح من عدة جوانب من نواحي متعددة وكل من هذه البشائر تسير بتناسق بتناغم تام وكل هذه البشائر مكملة أحدها للآخر فلاحظ هذه البشارة مثلا متى باختصار شديد بيكتب لليهود فبيحاول يثبت في البداية سلسلة نسب يسوع المسيح حسب الجسد وبيرجع في هذه السلسلة حتى يقنع اليهود أنه فيه شرعية مهمة جدا لمجيء المسيح المسيح اللي كان بينتظره اليهود ثم بيتكلم البشير متى عن المسيح الملك الملك طبعا في كده في تعبير كثيرة في بشارته ويحاول أن يؤكد تتميم نبوات العهد القديم هي تمت في شخص الرب يسوع المسيح أما بشارة مرقص مرقص على الأرجح بيتكلم للرومان بيقدم المسيح طبعا من عدة نواحي لما نقول أنه كل بشارة بتركز على ناحية بالحقيقة أنه الأربع بشائر بركزوا على يسوع سواء خدمة يسوع ابن الإنسان ابن الله حياة يسوع الملك ألقابه صفاته أسماءه كلها بتشوف حياته سيرة حياته بتشوف كلها فبيتكلم عن المسيح كمان الخادم لأن المسيح لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين بيتكلم أحيانا بشكل يعني في المشاعر بيحكي لك أكتر عن الأحداث بيوصف لك يسوع المسيح أما لوقة، لوقة كان يعتبر طبيب ومؤرخ مهم جدا في الكنيسة الأولى فلوقة بيكتب لليونان وبالتحديد بيتكلم عن حياة يسوع من البداية يعني لما جاء الملاك وبشر القديسة مريم العذراء وأن حبل بها من الروح القدس من الحبل طبعا حبل القديسة مريم العذراء ولادة يسوع وبعدين لصعود يسوع المسيح بيتكلم عن سيرة حياته بيتكلم عن تعاليمه، عن معجزاته، حياته الخارقة فبيوضح لنا من ناحية تاريخية أكتر بيعطينا عن سيرة يسوع المسيح أما بشارة يحنى فيحنى بركز طبعا ضد البدع اللي انتشرت في أيامه التي تنكر لهوت المسيح وتنكر طبعا أن المسيح جاء في الجسد فبيتكلم عن مجد المسيح بيتكلم عن الكلمة الذي اتخذ جسدا في ملء الزمان والبشير يحنى طبعا بيكتب للجميع بيكتب لليهود ولكن بيكتب لكل العالم بيكتب للأمم لأنه هكذا أحب الله العالم ويركز على أحداث معينة على الشهادات التي تشهد ليسوع على بعض المعجزات التي تشهد أنها آية قوة خارقة بتفسير وبعد وعمق روحه تتكلم عن أقوال المسيح أنا هو يعني يقول بكلمات أخرى أنا يهوى أو أنا هو الله فيركز على هوية يسوع المسيح هذه البشائر كلها نسميها الإنجيل المقدس فبتمنى من كل قلبي أنه أي شخص بيسمعني ما يرجع يقول أنا جيله عنكو أنا جيله قال لا إحنا عنا إنجيل واحد أربع بشائر بتتكلم عن سيرة حياة يسوع المسيح اشتركوا في القناة